النهاردة ابتدى الأوكازيون الشتوي بيستمر لمدة شهر في مختلف المحافظات ووزارة التموين أعلنت أن أي محل بيرغف فيه الاشتراك في الأوكازيون ملزم بالحصول على موافقة مدرية التموين والتجارة الداخلية والتابع ليها والواقع في دائرتها المحل التجاري دكتور علي المصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان أصدر قرار ببدء الأوكازيون الشتوي للمساهمة في تخفيف العبء على المواطنين من خلال شراهم لمنتجات وملابس بأسعار مخفضة وكمان لمساعدة التجار لانتعاش حركة البيع وألزم القرار الجهات المشاركة في الأوكازيون بالإعلان عن تمن السلع المعروضة للبيع طبعا في مرحلة التصفيات مقترنة بتمنها الفعلي اللي كانت بتباع بيه قبل ما يتم عليها التخفيض فهيكون عندنا كالمعتاد السعر الأصلي والسعر بعد التخفيض ودي طبعا لازم الناس تاخد بالها من هذه النقطة وكمان الفاتورة لازم الناس تاخد الفاتورة عشان طبعا حقوقك ما تضعش موسيقى